ما مميزات منهج النشاط؟ لمنهج النشاط مميزات تتمثل فيما يلي إشباح حاجات المتعلمين وميولهم وإشعارهم بالاستقرار والطمأنينة وذلك خلافاً لمناهج المعرفة المنفصلة التي يشعر المتعلمون معها بالقلق والخوف من الفشل في الامتحان التأكد على تكامل المعرفة وإشعار المتعلمين بأن الحقائق التي يتعلمونها سيكمل بعضها بعضاً وذلك خلافاً لمنهج المواد المنفصلة يسهم منهج النشاط في النمو الشامل المتكامل للمتعلم وأيضاً في تنمية جوانب شخصيته يساعد منهج النشاط المتعلمين في اكتشاف ميولهم المهنية مما يؤدي إلى توجيههم لنوع الدراسة في المستقبل التي تنسجم مع تلك الميول أيضاً من مميزات منهج النشاط يستغل هذا المنهج الطاقة والنشاط الفائدين لدى المتعلم وذلك باستغلالها في التعلم والعمل من أجل المزيد من الخبرة إيجابية المتعلم فهذا المنهج ينطلق في فلسفته وأهدافه من المتعلم فالمتعلم يقوم بالمشاركة مع زملائه في دراسة ما يعترضهم من مشكلات وذلك بالأسلوب العلمي أيضاً من خصائص منهج النشاط مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين وذلك عن طريق تكليف كل منهم بالقيام بالعمل الذي يتناسب مع رغبته وقدراته والسعدادات فالمتعلم يشارك إحدى مجموعات الفصل التي تمارس نشاطاً معيناً إذا ما اتفق ذلك مع حاجاته وميوله وقد يقوم بمشروع خاص إذا كانت اهتماماته وميوله متميزة المعلم موجهاً ومرشداً في المواقف التعليمية وليس ملقناً كما في منهج المواد المنفصلة